بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتمو التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة ليتدبروا آياته قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين جاء في تفسير هذه الآية أن اليقين هو الموت الأنسان مأمور بعبادة الله عز وجل حتى يخرج الأجل وحتى يأتي الأجل وجاء في تفسير اليقين واعبد ربك حتى تصل إلى مرتبة اليقين هذا اليقين مرتبة لا يصلها إلا من ذاق عبادة الله عز وجل في كل مراحلها شو اليقين ألا يقول له أنت متيقين اليقين أن ترى بعينك وأن تسمع بأذنك البارحة أكيد في الدرس إذا كان الإنسان بده يصلي الصلاة ويشعر بأنها عبء عليه فما عرف اليقين عقوبة في إنسان يرى الصلاة عقوبة أما الذي يرى أن الصلاة صلة مع الله وحديث مع الله فهذا عرف اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلا إذا كان سيارة رفعينها لما بيصلحوا البنشرة رفعوها كلما دار الدولاب ما بتمشي في كثير من الناس يصلي ويقرأ القرآن ولكن لا يعرف اليقين لذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان السائل كان سيدنا جبريل قال له ما الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأول وحدة سبحان الله لأن يكون في عنا شيء اسمه باب العبودية هل أن إحنا أرباب أم عبيد هذا اسمه عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا عبد الحليم وهذا عبد الباصيط بس كل واحد صاير يعني ما له صاير عبد جاء رجل من الصالحين إلى أحد أثرياء الكوفي ثريوة كان عنده قصر وفي كل زمان هناك أثرياء فقال صاحب هذا القصر سيد أم عبد مع البوابة شو عم تضحك أنت قال له سيد أم عبد قال له طبعا سيد فقال قولوا له لو كان عبدا لعرف حق مولاه لو كان عبد كان بيعرف مين مولاه وصلوا له الرسالة لمين هذا الرجل الذي كان اسمه بشر سبحان الله الله عز وجل ألقى في قلبه اليقين فلحق الشيخ فسموه بشر الحافي حافي إيش لحي بده يعرف أنت عبد ولا شو أنت الله عز وجل خلقنا لنعبده يجب أن تكون هناك عندك برنامج اسمه برنامج العبودية برنامج في الليل برنامج في النهار وعبد ربك نحن بالصلاة شو منقول بالفاتحة بالفاتحة إياك نعم وين العبودية أين هي العبودية الآن مجلس العلم عبودية الصلاة جزء من العبودية ماذا الإنسان الذي يعيش كما تعيش الدواب لا صلاة ولا عبادة ولا إنابة يأكل ويشرب اللهم أن يعوذ بك من جسد جيفة بالليل دابة بالنهار هلأ أبناء هذا الزمان وأبناء المسلمين وصلوا إلى هذا الحد وصلوا إلى هذا الحد وين الأكل وين الشرب أما العبودية وينها وين العبودية كان يقول هذه ليلة الركوع وهذه ليلة السجود هذا يبيت طاويا صائما أذن الفجر نوى الصيام بدهم دلح الدنيا ما لم طوله يا أخواننا الكرام لذلك يجب أن تكون هناك عبودية بينك وبين الله عز وجل هلأ اللي بيروح بلتزم بدوام بشغل بده يحط بصمي الشركات اللي بتحترم نفسها حتى يوقع فات لأن احنا من نقول للموظفين بمركز قيم أو بغيرهم كل موظف طابعين لورقة عطيني إنجازاتك في هذا اليوم شو ساويت شو ساويت موظف تنظيف قول مسحت الدرج ساويت الإرنة الفلانية حتى نعرف أنه أنت شو أنجزت أنت يا عبد ماذا أنجزت إذا أنت سمعت المؤذن هل ذكرت مثل ما يقول المؤذن فتحت كتاب الله عز وجل شيء اليوم لك عبد لعبد إذا ما أنجز ما بيتفعله بدنا الله عز وجل نعمل حالنا نحن عبيد إياك نعبد وإياك نستعين لذلك يجب أن تكون هناك عبودية وأن تكون هناك ديمومة هل في ناس إمتى عبيد في ناس عبيد امتحان وقت الامتحان شو بيصير إذا أبوا بالمستشفى سكوا ياسين إذا أموا مريضة سكوا الأنعام هذا وقت الامتحان بيصير عبد وقت الرخاء شو بيصير بيصير رب لا يسأل عن ما يفعل وهم وهم يسألون لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل حط برنامج في عبودية ولو كان يسير هذا وأنا بشوف أنه الإنسان لا يحمل نفسه فوق طاقتها بيجي إنسان بده يصوم كل الأيام لا سيدي صوم طنين وخميس وكتل خيرك وإن شاء الله الله عز وجل بيتقبل منك بيجي بيجني على نفسه بدي يصوم شهر كامل إذا بيجي واحد بيقول لك رجب لا صوم ثلاثة أيام صوم دنين وخميس تحسن أكتر خير الصيام صيامه داود كان يفطر يوما ويصوم يوم أرض هذا نبي من أنبياء لا لذلك لما أجل عند النبي عليه الصلاة والسلام سألوا السيدة عائشة إنه شلون النبي ذكر ذكرت لهم يعني أخلاق النبي عبادة النبي إيه بقى هني شافوا حالهم لا شيء فالحديث المشهور أنه استألوا عبادتهم هني فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر وأما أنا فلا أنام الليل أقوم قال وأما أنا فلا أتزوج النساء لأنه نحن بشر نحن إيش بشر أنا يأتي واحد يقوم مرة كان أحد أخوان الكرام الله يذكره بالخير يمكن أن يسمعني إلا لو موجود هو يأتي آل يقوم الليل بركعتين قالت له ما لك أدى ما لك أدى قال كنا في مكة قالت يا أخي ما لك أدى الله يرضى عليك يعني واحد يقوم مثلا يعني جزء يعني لا قالوا أنبارح إذا كان أربع صفحات كل صفحة أربع ركعات كل ركعة خمس صفحة جزء أول ساعة ثاني ساعة ثالث ساعة وأنا شايفه أدام مني صار هو هو ماسك المصحف و و بلش بدي نام سبحان الله بدي غالب نفسه هو يبدي أرجيني أنه بطل ما شفت إلا هالبطل هو وائف أمثلت كنا على أسطوح الحرام قالوا أوم 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 الله يرضى عليك لا يكلف الله نفسا إلا سعها يعني فأحب الأعمال إلى الله أدومها هلأ شو رأيكم في البيت مثلا الواحد يكتب على المجموعة تبع العائلة اللون تمام العاشرة ركعتين ساعة عشرة ركعتين لون أنا الإمام وأنتو المأمومين واحد هو وزوجته إذا متزوج جديد يعني إلا ركعتين ركعتين مقبولين يوم الجمعة بعد الدرس أسئلة وأجوبة أول ما بلشت فيها تجي الواحد تقول له فيه لدرس يعني الناس ما عم تقبضه وأنا حتى هيك يعني أرغب لن أتجاوز الخمس دقائق أجي واحد بعد ما علق بالدرس قال لي أنا عجبتني ليش قال لي لأنه لن تتجاوز الخمس دقائق يعني منعرف السقف تبعه فهر لن نتجاوز وأنا ما بتجاوز حتى إلى الآن ما بتجاوزون الخمس دقائق ليش لأنه يعني قل يعني بلاك أخي معروفة لذلك لذلك قال الإمام النووي إن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع بدك شيء يدوم بدك شيء يدوم معاك هلأ لا تجي هلأ في كتير ناس هلأ بيجيين بدو أنه أنا بتبرع كل شهر بمئتين ألف برع أول شهر ثاني شهر ثالث شهر فأنا بيقول لك والله أنا بيعتزير لأنه الظروف صعبة لا تحمل نفسك فوق طاقتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما نعلم أولادنا الأذكار قال له نحن من نقول لا تقول له ثلاثة أو ثلاثين قال له هدول عشرة هلأ قال له سبحان الله عشرة الحمد لله عشرة والله أكبر عشرة دربوا بعدين قال له نساويهم خمسة عش أنا بيقول والله من أن نساوي صلاة على النبي مليونية والله نحن من حب نصلي على النبي عليه الصلاة شغلي بالكترة ولا شغلي بالفهم شغلي بالكترة ولا شغلي بالفهم نفهم المعنى ويحضر ويحضر القلب قليل دائم خيل من كثير منقطع الكثير المنقطع هلأ مثل عبادة الناس في رمضان في رمضان وعشرة الأخيرة ما شاء الله وتلاقي همي وكذا صحيح أنه الله عز وجل بعض رمض لذلك قالوا قال إهمال ساعة إهمال ساعة يفسد رياضة سنة هذول اللي بسجلوا بالنوادي يسألون بجيب واحد يكيب تضرب براسه شو بساوي بتجل نادي بيقوم بلعب له شهر بلعب شهر وبترك سنة ما استفدنا شي شو قالوا إهمال ساعة يفسد رياضة سنة بدنا نحن شغل إيش شغلة مستمرة شغلة مستمرة لذلك هي شغلة الآباء والأمهات في البيوت أن نراقب العبادة وأن نبدأ بالتدرج ليش حتى يصل لمرحلة اسم مرحلة اليقين الله يعطينا اليقين بدنا ناخده اليقين قبل ما نصل لأرض للعمر نعرف الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كل يوم زيد هلا اللي بيعنده مرض مرض القلب الله عز وجل يشفينا وعافينا بلوله أمشي مثلا بلش بتلت دقائية مشي خمس دقائية بعدين شهر بيقول له سويهم ست دقائية بعدين بسويهم عشر دقائق بعدين سويهم خمسة عشر دقيقة هلا ما هو بلش له بالخمسة عشر دقيقة لا بلش له بإيش بلش له بتلد علموا الأولاد العبادة بالتدرج برنامج واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يجب أن تتدرج درجة درجة في عام 1990 أتيت إلى هذا المسجد إماما فبدأت بصلاة الترويح يجيب بدي أنه أقرأ بختم أم قالوا لي أنه أهل هذا المسجد لا يقرؤون ختما تلعلي بلش نص ختمة كمان ما بلشنا ما راق للناس يعني يعني بيقرؤوا أقل من هيك يعني أقل من ربع صفحة زلت إلى مستوى الذي كان عليه بعدين طلعت شوي شوي سنة اللي بعد منها ساميناه تلت صفحة اللي بعد منها نص صفحة بعدين نقرأ ختم النبي عليه الصلاة والسلام شو جبلوا للصحابة أول ما رجع من غار حراء قالوا هذا القرآن نزل علي جبلوا من الفاتحة للناس ولا شو أي يسألونك شو يسألونك يسألونك عن الأنفال يسألونك عن اليتامة يجي السؤال وبعد منه الجواب قال الوحي ظل ينزل على رسول الله 22 سنة وشهرين و22 يوما ثلاث خمسات أو خمس خمسات أو خمس اتنينات يسمون اتنين 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 يعني هن 23 سنة إلا 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 النيف بعدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه شلون الواحد بيصير دكتور هيك بيعطوه حبة ولا ست سنين بأربع سنين بسنتين على حسب الاختصاص لذلك أعبدوا الله عز وجل واجعلوا العبادة فيها شيء من التدرج تدرج واحد الإنسان كل شيء بالحياة يفقد التدرج يفقد الثمرة قال له اليوم بدنا إيش نصلي قال له نصلي الظهر معك وقال له كمان قال له العصر صليها في البيت شوفك على صلاة المغرب بعدين لما الله عز وجل يقذف في القلب الإيمان ما عاد في داعي أنت تحط له برنامج ما في داعي تحط له البرنامج أحد الإخوان الكرام مرة قال لي قال والله عم يفيق أولاده ويصلي فيهم السجد والدهر قال له كمان يعمر أولادك قال خمس سنين وأربع سنين قال له يحطهم قدام منه ويطول بالقراءة وهو كمان ما له حافظ يفتح المصحف قال له كرهتم في الصلاة كرهتم بإيش الصلاة هذا بتقرأ له مثلا إن للمتقين مفازا وبعدين اللي عمروا أربع سنين لاتفيقوا على صلاة صبح وتعلموا صلاة الجمعة صلاة المغرب والعشاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين دائما أكثر من قولي يا لطيف وأكثر من قول رب جعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا وغفر لنا وارحمنا وتب علينا بسر الفاتح